لا والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جميعا إخوة الإيمان وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامج من أسرار القرآن الكريم في بداية لقاء اليوم أود أن أرحب بالضيف الكبير المجاهد والمهاجر في سبيل الله الأستاذ الدكتور زغلول النجار دكتور زغلول مرحب بفضل تتحاند في بداية لقاء نشاهدين الكرام تعيش أمتنا الإسلامية عامة والعربية خاصة في هذه الأيام أسوأ ظروف وأسوأ أيام مرت بها منذ بعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم وحتى يومنا هذا فقد ابتلينا نحن العرب ونحن المسلمون بمرض العين يسمى باليهود والإسرائيليين حول هذا الموضوع يحدثنا اليوم أستاذنا الفضيل الدكتور زغلول النجار حيث سوف نتناول بإذن الله آية قرآنية كريمة هي الآية رقم 74 من سورة البقرة والتي قال تعالى فيها بسم الله الرحمن الرحيم ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ترجمة نانسي قنقر الله العظيم دكتور زغلول سورة البقرة من ملا شك فيه هي من طوال الصور ولها يعني مكانة خاصة في القرآن الكريم حيث أنها في الصدارة بعد فتحة الكتاب فحول الصورة بواكه عام وحول أهم الموضوعات التي وردت بها والقضايا التي نقشت فيها ولماذا سميت بسورة البقرة أود أن نستفتح حلقة اليوم بإبن الله أبدأوا بحمد الله والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله وبتحياتكم وتحية كافة المشاهدين الكرام بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فالصورة البقرة هي أطول صور القرآن الكريم على الإطلاق فعدد آياتها 286 آية وبلون البسملة ولو أضيفت إليها بسمالات صبح 287 آية لأن البسملة آية من آيات القرآن الكريم كما هي في مخدمة الفاتحة وصورة البقرة تتصدر القرآن الكريم بعد فاتحة الكتاب لأنه بنص القرآن الكريم يخاطب ربنا تبارك وتعالى خاتم الأنبياء المرسلين صلى الله عليه وسلم لقوله العزيز بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم فالقرآن بنصه يعتبر فاتحة الكتاب مقدمة للكتاب ويعتبر القرآن يبتدئ من صورة البقرة فصورة البقرة هي صدر القرآن الكريم سواء اعتبرنا الفاتحة هي صورة رقم واحد أو اعتبرناها مقدمة للقرآن الكريم وصورة البقرة هي صورة رقم واحد سيا فتصدر صورة البقرة القرآن الكريم وهي أطول صورة القرآن الكريم على الإطلاق وهي صورة مدنية وكغيرها من الصور المدنية اهتمت بالتشريعات الإسلامية وهي مليئة بقضايا العقيدة والعبادة والأخلاق والمعاملات وفصلت في ذلك تفصيلا كبيرا فمن قضايا العقيدة هي تطالبنا بالإيمان بالإله الواحد وبالدين الواحد الذي أنزله ربنا تبارك وتعالى على فترة من الرسل وكله الإسلام وتطالبنا بالإيمان بوحدة البشرية التي تنتهي كلها إلى آدم عليه السلام وتطالبنا بالإيمان بالمصير الواحد لهذه البشرية وعودتها إلى الخالق سبحانه وتعالى والصورة كذلك تنوه في أماكن كثيرة منها على كثير من القضايا التعبدية تتحدث عن كثير من قضايا الأخلاق وقضايا السلوك تتحدث عن كثير من قضايا المعاملات وهي تتحدث أيضا على سماحة هذا الدين قاعدة من القواعد الأساسية في صورة البقرة وفي خلال القرآن الكريم كله أنه لا إكره في الدين بمعنى أن الله تعالى لو شاء لجعل الناس أمثا واحدة ولكنه يترك اختيار الدين للإنسان كلية لأن الإنسان مخلوق ذو إرادة وأنه تركت له الحرية ليختار بهذه الإرادة بحرية مطلقة لأنه على أساس هذا الاختيار سيكون مصيره في الآخرة وتتحدث الآية على أن القتال مشروع في الإسلام ولكنه مشروع دفاعا عن النفس دفاعا عن الأرض دفاعا عن العرض دفاعا عن المال والممتلكات ليس بصورة غوغائية كما يحاول كثير من أعداء الإسلام أن يصوروا ذلك ويتهموننا به فالإسلام لا يعرف الإرهاب خارج ساحة القتال وتتحدث الصورة أيضا عن عدد من قصص الأمم السابقة خصة سيدنا آدم عليه السلام كاملة منذ لحظة خلقه إلى الهبوض به إلى الأرض وتوبته وقبل الله لهذه التوبة وتتحدث عن قصة أو طرف من خصة سيدنا إبراهيم عليه السلام تتحدث عن اختلاف أتباع عيسى عليه السلام من بعده تؤكد على أننا نؤمن بهذه الرسالات كلها مجتمعة دون تفريق آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا وفرانك ربنا وإليك المصير وتختص الصورة بشكل ملحوظ الحديث عن بني إسرائيل وبني إسرائيل أو بنو إسرائيل إسرائيل هو يعقوب عليه السلام ويعقوب عليه السلام نبي مكرم عندنا ننظر إلى كل أنبياء الله بحفرام كبير وبتقدير كبير لكن الذي أريد أن أؤكد عليه الآن أن من يدعون اليهودية اليوم لا علاقة لهم بإسرائيل عليه السلام لا من خريب ولا من بعيد لا عرقا ولا دينا ولا تاريخا لأن الغالبية الساحقة من اليهودية اليوم من المتهودين من عرق أوروبية وعرق تركية مغولية تترية عاشت حول بحر القزوين في القرن الثامن الميلادي إلى العشر الميلادي وأن هذه العرق لا علاقة لها بالمنطقة العربية على الإطلاق وأريد أن أؤكد أيضا أن كثير من الناس ينخدع في قضية اليهود فالقرآن الكريم يمتدح بني إسرائيل في عدد من الآيات ويلعنهم في آيات أخرى كثيرة وسبب ذلك أن بني إسرائيل على عهد موسى عليه السلام كانت أمة التوحيد الوحيدة في زمانهم فامتدح القرآن الكريم الذين آمنوا منهم ولكنه يلعن الذين كفروا منهم وما أكثرهم يعني هؤلاء كفروا بالله على عهد موسى عليه السلام فعبدوا العجل كفروا بالله على عهد أنبيائهم فقتلوهم وقتلوهم كفروا بالله على عهد عيسى عليه السلام فتآمروا عليه وألبوا عليه الرومان وحاولوا قتله وصلبه واندسوا في أتباعه وحاولوا أن يزيفوا كثيرا من الحقائق التي جاء بها وحرفوا رسالته وحاولوا نفس الشيء مع بعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم فبعد أن تحالفوا معه ووقعوا معه الموثيق والعهود مكسوا في كل عهودهم ووثيقهم فاضطر النصفى صلى الله عليه وسلم إلى قتالهم وإجلائهم لأنهم تحالفوا مع عدائه وكانوا يدعون أنهم أهل توحيد وأهل إيمان فتحالفوا مع أهل الوثيقية ضد دعوة التوحيد وحاولوا أيضا قتل الرسول صلى الله عليه وسلم وسمه وحاولوا أيضا الدس على دينه دولة أن الله تعالى قد تعهد بحفظ هذه الرسالة الخاتمة تختم الصلاة بقول الحق أمن الرسول بما أنزلاله من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقال سمعنا وأطعنا وفرانك ربنا وإلك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تآخذنا إن نسينا وأخضأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرم كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لطاقت لنا به واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين هذا الاختام الصورة والآية الكريمة التي اخترناها للحديث عنها في هذا اللقاء هي الآية رخم 74 والتي تحدّي اليهودية والتي أقول أن اليهودية في زماننا لم تعد دينا من الأذيان ولكنها حالة من حالات المرض النفسي أي إنسان يصب بها يمكن أن ينضم لهذه القبيلة التي يصفها القرآن الكريم بأن قلوبها أقسى من الحجارة فيخاطبهم الحق تبارك وتعالى بقوله عزم من قائل ثم قست قلوبكم من بعد ذلك أي من بعد كل التكريم الذي كرمهم به ربنا تبارك وتعالى قل ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من قشية الله ثم يرد الحق تبارك وتعالى ومضلاخ بغافل عما تعملون فاليهودية الحالية حالة مرضية يصاب الذي يمرض بها بشيء من الغرور والاستعلاء والإحساس بالعلوية الكاذبة والنظر إلى غيره بدونية شديدة فيقص قلبه وتتحجر مشاعره ويداخله الشيطان بهذه النزعة الاستعلائية العنصرية العرقية الكريهة التي لا يرضاها ربنا تبارك وتعالى ولا يرضاها أحد من عباده فالطفل في البيت اليهودي يربى على أن اليهود هم شعب الله المختار وهم أبناء الله وأحباؤه وأن غيره من البشر حيوانات خلقت في هيئة الآدمية حتى يكونوا في خدمة اليهود ولذلك هم يقسمون البشرية إلى يهود وأمميين اليهود هم السادة والأمميون هم حيوانات خلقت في هيئة الآدمية حتى يكونوا في خدمة هذه السادة ومن هنا يعني تنطلق تعاليمهم الخاطئة المحرفة المزورة على الله سبحانه وتعالى بأن كل أرض تطأها قدم يهودي هي ملكه كل امرأة ينظر إليها يهودي هي ملك يمينه كل مال يصل إلى يد يهودية هو أحق الناس به وهذه التربية الفاسدة المنحرفة المتعصبة تعصوا أعمى تغير بصيرة لا يمكن لعاخد أن يتخيل أنها تعاليم إلهية ومن هنا كان اليهود عبر التاريخ منبوذون من كل الأمم مقروهون من كل الشعوب مضطهدون من كل التجمعات البشرية التي عاشوا في وسطها برك الله فيك يا مولانا هل هذه هي نظرية السامية اليهودية العرقية والتعصب والعنصر؟ طبعا السامية تقول العلوية الكاذبة لليهود واعتبروا نفسهم فقط هم الساميون والعرب ساميون قبل أن يكون اليهود ساميون ما معنى كلمة ساميون؟ ساميون نسبة إلى سام بن نوح عليه السلام والعرب من نسل نوح عليه السلام وكذلك اليهود الذين كانوا في القديم أما اليهود الحاليين فلا أظن أن لهم علاقة يعني غالبية ثم أعراق أوروبية أمريكية وسط أسيوية بعيدة كل البعد عن المنطقة العربية غريبة عن المنطقة العربية ملامح ولون بشرة ولون شعر ولغة وكل بكل شيء هل هم من هم من يسمون يهود الخزر؟ المملكة الخزر كانت مملكة وثنية حول بحر خزوين وكانت مملكة شريسة معتدية على جيرانها متغطرصة على غيرها من الأمم كالدور الذي تلعبه أمريكا اليوم ولكن ببدائية وشراسة يعني لا تقل عن شراسة الأمريكان اليوم وطبعا كانت دولة مكروهة من جيرانها فشاء السميع العليم أن تقوم دولة في روسيا على أساس من المسيحية وعز عليهم أن يكون بجوارهم دولة بهذا التجبر وكانت هذه الدولة طبعا الوثنية قد وصلها في القرن الثامن الميلادي نفر من حخامات اليهود وأقنعوا ملك الخزر وكان اسمه الملك بولان بالتهود فتهود وأعلن اليهودية دينا لمملكة الخزر والخزر كما أشرت أرق تركي مغولي تتري خليط من هذه العراق لا علاقة من منطقة العربية ولا بالسامية ولا بموسى عليه السلام ولا برسالة اليهودية ولذلك هؤلاء هم متهودون الذين دخلوا اليهودية إكراها وظلما ثم في القرن العشر الميلادي خامت معركة بين الخسرية الروسية ودولة الخزر